توفي صباح اليوم سبت العلامة الشيخ محمد الجردي الذي يعتبر أحد أشهر خطباء مدينة تنجا عن عمر يناهز ثمانين سنة وأعلن مقاببون من الشيخ المولود سنة ألف وتسعمائة وأربعين أن العلامة الشهير وفده المنية صباح اليوم متأثرا بمضاعفات صحية ناجمة عن إصابته بفيروس كورونا المستشد وكان العلامة الجردي قد نقل إلى قسم العناية المركزة بمستشفى الدوقتوفال بمدينة تنجا بعد تعرضه لأزمة صحية ناتجة عن إصابته بعدوى كوفيد-19 وكان يحدى الشيخ الذي تولى الخطابة بأشهر مساجد مدينة تنجا بشعبية كبيرة في المدينة وخارجها حيث كانت المساجد التي يأم فيها الصلاة ويتولى فيها الخطابة تشهد إقبالا كبيرا من طرف المصلين اجتهر الشيخ الجردي بخطاب ديني تعتبره السلطات المغربية متعارضا مع التوجهات الدينية للمملكة مما أدى إلى توقيفه عن مزاولة مهامه سنة 2001 على خلفية إلقائه لمجموعة من الخطابة ومحورت حول انتقاد الحرب الأمريكية على ما سمي بالإرهاب وشيع المئات من المواطنين والأجانب اليوم السابت جثمان الشيخ محمد الجردي السعيدية وعبر المشيعون الذين قدموا من مناطق مختلفة عن تأثرهم الشديد لوفاته السعيدية وعن تعازيه مرحبا لعائلته ومحبيه